ينضم إلينا من بيروت عبر سكايب غسان مخيبر المحامي والنائب البرلماني السابق أهلا بك معنا عبر شاشة الغد نتحدث اليوم عن القانون المتعلق باستجناء الذين يعانون من أمراض نفسية هذا القانون يعود للعام 1945 وأثبت فشلا أو ظلما بحق هؤلاء لماذا لم يعدل حتى اليوم؟ علما أن هناك اقتراح مشاريع قوانين لتعديله وأيضا المطلوب اليوم هو تعديل القانون أم تأمين مراكز لعلاج هؤلاء المسجين لأن عبارة إلى حين التعافبة التعني المؤبد بالنسبة لهم أولا أكثر من جواب أنا متعاود مع سيدة زينة دكاش في سنوات طويلة لتطوير وتحسين ظروف السجن لعدد كبير من السجناء بأنواع مختلفة وقد تقدمت شخصيا بالتعاون معها بهذا الاقتراح إلى مجلس نواب في العام 2007 التحدي لإصلاح القوانين هو متعدد الجوانب أولا نعم هنا قوانين غير مناسبة في التشريعات المبنانية كما في التشريعات الدول العديدة إنما لا يتحرك أناس كثيرون للعمل على تغييرها ونلاحظ بأن السجناء هم من أنواع الأشخاص الأقل تكلما عن حقوقهم لأن بالاستثناء عائلاتهم لا أحد يطالب لهم بشيء سيما إذا لم يكونوا من المقترعين في الانتخابات وينظر إليهم وكأنهم مدعون في أماكن سجنية لإبعادهم وإبعاد خطرهم عن المجتمع وبالتالي التحدي الأول كان لإدخال اهتمام الناس واهتمام المجتمع إلى داخل السجون وكان للفيلم الذي طورته وأنتجته السيدة زينة دكاش هذا المفعول الهام جدا وهو من معوقات التشريع السليم سيد غسان حضرتك عملت على تصحيح هذه القوانين أو تعديلة زينة دكاش منذ أكثر من 15 عاما تعمل على قضايا المساجين في السجون اللبنانية ولكن لحد اليوم لم يتغير هذا الموضوع لماذا؟ الإجابة الأولى هو فيما قلت وأكدت لك بأنني أنا شريك زينة دكاش في هذا الجهد الذي قامت به في المسرح داخل السجون على أن يتحول إلى إصلاحات قلت أن المعوق الأول هو أنه ليس من ضغط كاف من مجتمع ما لسيما من مجتمع السجناء الذين لا يصوتون لا صوت لهم لكي يغيروا من الجو العام للمجتمع الذي لا ينظر إلى السجون إلا على أنها أماكن للعقاب ولإبعاد شر المساجين عنهم وبالتالي التشريع يتطلب ذلك التغيير في أولا تفاهم الناس لما هو مطلوب وثانيا تفاهم مجلس النيابي لهذه المشاكل الموضوع الثاني هو تقني أي تقديم الاقتراح وقد تقدمت شخصيا بهذا الاقتراح على مجلس نواب المجلس النيابي اللبناني بطيء جدا في عمل التشريع وهذا من المعوقات لهذا المشروع بالذات ولعشرات المشاريع الأقرى التي تنتظر دورها لكي تسن كقوانين ولكن نتحدث عن سبعين عاما من البطء هذا ليس بطء سيد غسان لا لا سيدتي الكريمة لم يقدم هذا الاقتراح القانون سوى في العام 2017 نتكلم عن قوانين إصلاح كل القوانين أي قوانين الجزائية في لبنان الذي يعود قانون العام 1943 هذه القوانين العديد منها يحتاج لتطوير إنما التطوير يحتاج لمن يعمل على تطويرها أولا من البرلمانيين ثانيا من الفاعلين في المجتمع المدني وبالتالي الجواب على سؤالك إن هذه الأحكام بالذات لم تتغير لأنه لم يكن هناك من يطالب بتعديلها ولنتذكر إن السياسة مثل النور قد يرى السياسي النور إنما الصعوبة أن يفهم إن هناك مشكل والمشكل كان مطموصا في أقبية السجون إنما لا يكفي أن يفقه أحدهم إن مشكلة يحتاج إلى حل إنما يجب أن يتم الضغط باتجاه إقرار ذلك في عمل تشريعي معقد جدا وفيه العديد من المشاكل السياسية المجلس النيابي لأكثر من نصف سنة لم يجتمع نحن في حالة انهيار المؤسسات في لبنان وليس دفاعا عن بطء التشريع لأنني كنت في مجلس نواب من سعى إلى تعديل هذا القانون إنما سألت سؤال للتفسير التحدي اليوم في هذا الموضوع في غيره من المواضيع أن يستمر الضغط لأنه بعد أن صيغ القانون وتقدمنا به لمجلس نواب التحدي اليوم أن يوضع على جدوى الأعمال وبالتالي أن يعتبر من أولويات التشريع في خضام نقاشات ترتبط بالإنيار الاقتصادي والمالي والاقتصاد الديمقراطي والقدماتي للدولة أن يوضع على جدوى أولويات المجلس وأن يناقش ويقر لأن أي كرامة لأي شخص وإن قل عددهم في السجون فهذه الكرامات الإنسانية تحتاج إلى تعديلات تشرعية ونحن بصدر تتابعة ذلك أستاذ غسان بما أنك تطرقت إلى الوضع الراهن في لبنان كل هذه الأزمات التي تصيب المواطن اللبناني هل ساهمت إلى أي درجة ساهمت في ارتفاع نسب الجرائم والسرقات في لبنان طبعا تزيد من نسب الجرائم لسيما جرائم السرقات إنما نحن في صدد الموضوع الذي نحن في صدده ومرتبط بحالات الاضطراب النفساني والعقلي وهي غير مرتبطة بالسؤال الذي يطرح فيها المرتبط بفقر الناس المطقع الذي قد يدفع البعض لارتكاب جرائم قد تسبح لهؤلاء بأن يدقلوا إلى عائلاتهم بعض النقود لكي يستمروا على قيد الحياة وهذا خطر داهم جدا وتلاحظين معي بأن التحدي في ظل انهيار للدولة وانهيار الاقتصاد والمال أن نجعل من هذه المواضيع ذات أولوية تشريعية وهذا ما نحن دائما بصدده وإن تركت بجلس تواف ولست بنائب بعد أن تقدم بهذا الابتراح إنما ما زلت في جهد للضغط باتجاه إقرار مجموعة من القوانين وهذا من القوانين التي تجعل من الظروف السجنية ظروفا أكثر إنسانية ولتحويل السجون من أماكن للعقاب وحسب إلى أماكن للتأهيل للعودة إلى المجتمع لهؤلاء كمواطنين صالحين هذا تحدي جديد وتحدي كبير بدأ إنما التحدي أن تستمر في متابعاته والضغط بالرغم من الصعوبات التي نواجهها في لبنان التحدي الأكبر اليوم هو عودة انعقاد الجلسات معلش اسمح لي أن أسألك هل تتوقعون عودة هذه الجلسات بأي وقت خريب؟ جلسات مجلس النواب تنعقد الوزراء الحكومة هذا موضوع آخر ولكن اسمح لي أن أتطرك لك بما أنك ضيفنا اليوم اسمح لي بهذا السؤال ولو أنا عبر نشرة أخبار إنسانية ولكن هذا سؤال فعلا مهم بالنسبة للبنان ولحل كل المشكلات الباقية بكل سرور المواضيع الإنسانية هي في عمق السياسة ويجب أن لا تفصل السياسة عن إحتام بإنسانية الناس هذه أيضا من أخطاء الشائعة التي أتمنى أن تحتفظ بها أما بالنسبة لعملية انعقاد مجلس وزراء فهو ينتظر تسوية ما لمشكلتين المشكلة الأولى هي ما أثير من قبل حزب الله على المحقق العدلي القاضي بيطار وأنا من داعبين لفصل السياسة عن عمل القضاء واتباع الأصول القضائية وبالتالي لفصل العمل السياسي لمجلس وزراء الذي لا شأن له في عمل القضاء ولا التحقيق العدلي والثاني حل الإشكال الإضافي الذي نتج عن ما أثير حول تصريح لوزير الإعلام قبل توليه وزارته والذي أدى إلى قطع علاقات لبنان مع عدد دول الخليج هاتين المسألتين هما ما يوقف انعقاد مجلس وزراء لا سبب منجم فلا رئيس الحكومة ولا رئيس الجمهورية يمكنه أن يجيب على سؤالك الجواب عليه بكل بساطة ينتظر حل هاتين ومشكلتين والتحدي بأن تكسر الجهود لحلهما لكي يعود عمل المؤسسات إلى شيء من الطبيعة ولا شيء طبيعي في لبنان لأنه كل شيء نهار يعني أفهم منك أن لا مؤشرات إيجابية لا مؤشرات إيجابية في أي شيء شكرا سوى بالجهود لأنه التحدي وأن نكون متشائمين في كل شيء تشاؤم الواقع وتفاؤل العمل نستمر بالرغم من الحيطات الكبير الواقع حولنا بالتفاؤل بأي عمل وبالأخص بالانتخابات النيابية المقبلة التي ينتظر منها أن تعيد بناء السلطات وأن تبدأ بعدها عملية جدية للإصلاح ولإعادة بناء الدولة بعد الزيار الكبير الذي عانت منه شكرا جزيلا لك على هذه المدخلة الشاملة عبر سكايب من بيروت غسانم خيبر المحامي والنائب البرلماني السابق ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر